اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خريج جامعات كراشي معي ماجستير في علم الجراثيم عملت في وزارة الصحة مدة 12 عام وثم فتحت مختبر الطبي في عام 1985 سعد دكتور منح المشكر جهودك البناء والمعطاء في هذا الوطن نتحدث الآن عن أبرز الخدمات داخل مختبر النزهة الطبي الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة هي عبارة عن إجراءة تحليل الطبية اللازمة المحولة من الأطباء أو شخصيا مشان خدماتهم الطبية اللازمة لهم مشان تكمل التشخيص الأمراض لدى الأطباء نتحدث عن إقبال المواطنين لمختبر النزهة الطبي وهو غني عن التعريف والله الحمد لله رب العامين نحن نقوم بخدمة طيبة للمواطنين واللي بيحتاجها بيجينا يعني بشكل متوسط للعداد جيدة ماشي الحال كون المختبر قائم من سنة العام 1985 فهو الناس يعني تقدم عليه بدون تردد أكيد سعد الدكتور تحدث عن أبرز الأجهزة المتطورة في هذا المختبر نتحدث أيضا عن التحليل والاستشارات الأجهزة اللي عندنا أجهزة عامة نصف أتوماتيكية قديمة من صناعات أجنبية أوروبية تقوم بالعمل بشكل جيد مزايد العمل للنصف اليدوية نصف اليدوية لأنه لست أجهزة يعني أتوماتيكية جاهزة نعم لكن فيها تشمل الكمبيوتر والتشخيص والتحليل الكامل هذه السنة سنة 2017 ساعة الدكتور سعيد نتحدث عن أبرز الحالات التي وجوها المرضى في هذه السنة سنة 2017 في هذا العام والعام الماضي الناس تركز الآن على الفحوصات الطبية المتخصصة مثل الفيتامينات والأمراض السرطانية وعلاماتها بمختلف الاتجاهات زي ذنب وجود بعض الأحيان الالتهابات أو ضعف الدم أو مقامة قبل الزواج ما أشابها من هذا ساعة الدكتور سعيد خزكي نوف نتحدث أن نوجه السادة المشاهدين أكيد كلمة وقايا أكيد كلمة وقايا نوجه السادة المشاهدين لسهر التوعي وإرشاد عندما يستطيع هذه الوقاية يقوم بها الناس بعض الأحيان بعض الأشخاص المثقفين جزئيا بالصحة يقوم بإجراء بعض الفحوصات الاحتياطية السابقة يعني نشوء المرض عنده إذا شك في أي أعراض يحاول يعمل إجراءة فحوصات خاصة فيها لكي إذا كان عنده هذا المرض يلحقه بداية المرض حتى يسيطر عليه من الالتهابات ومن المرض السرطاني وما شابه من هذا أنا بضم صوت للصوت ساعة الدكتور سايد زاكي نوفل كيف ترى تطور هذا القطاع المختبرات في الأردن هل هي متطورة بالشكل الملحوظ نعم تطورت المختبرات عن القديم بشكل متقدم جدا فصارت أضيفت إلى عدة فحوصات جديدة من العلامات السرطانية ومن العلامات الخاصة وحتى الناس في عندهم ثقافة أنه نروح إفحص ويقول شو عندك فبدأت تيجي الناس كتير تيجي شخصيا لإجراء الفحص شك بالسكر بيجي أفحص السكر شك بالشغلاء الثاني بيجي أفحصها سادة دكتور سعيد زكي نوفل هل جمعية المهن الطبية تتعاون معكم طبعا جمعية المهن الطبية هي متعاونية بمثل مجموعة المختبرات نوع من المرجع لهم زي شبه نقابة يعني لسه لا تنسأ رسمية نقابة لكن هي بتطورة للنقابة قيد الإنشاء قيد الإنشاء للنقابة أصحاب المهن الطبية المسان جميل يعني شو بتحب توجه رسالة أكيد الأعضاء لنقيب هذه الجمعية والله أنا بوجه لهم بدهم بالنشاط أكثر على أساس نثبت هذه الجمعية مشان نضمن حقوقنا المهنية في المنطقة وفي المملكة الأردنية الهاشمية على أساس نضمن كمان نعواعي الناس أن المختبرات هي عبارة عن تكميل لأجراء الطبيب ولازم تكون فيها الدقة والإخلاص والعمل المتفاني مشان مصلحة المريض بالنهاية أكيد أكيد إحنا أكيد من وجه رسالة لجمعية المهن الطبية أكيد إن شاء الله يكون لهم دور مهم أكيد كأصحاب هذه المختبر إن شاء الله يكون لهم نشاطات جديدة ونشاطات إن شاء الله قيد الإنشاء حاليا لهذه الجمعية إن شاء الله يكون لهم نشاطات لهم دور مهم أكيد للتعاون مع هذه المختبرات في الأردن سعادة الدكتور سعيد لكم دائما وأبدا طموحات الآن في جمعية قيد الإنشاء ما هي الطموحات ورأي المستقبلية لمختبر النزهاء الطبي نحن نسأل الله أنه يكون في طموحات عامة وأول شيء دقة العمل الناس تقع على أكثر أنه فيه كمان لدى الدولة تكاليف عالي على المختبرات من إجراء الفحوصات من مواد المخبرية من الأجهزة من أجرة الموظفين أجرة الأماكن وبالتالي يعني هذه إن شاء الله تتعوض بإقدام المواطنين على هذا الإجراء التحليم إن شاء الله من أركو التوفيق والنجاح ساعة الدكتور سعيد زكي نوفل شو بتحب توجه رسالة لكل شاب أكيد في هذا الإختصاص أكيد كل شاب من فرسانة تغيير بحب إن شاء الله مستقبلاً بعمل يتخرج يفتح مختبر شو بتحب توجه له رسالة التوعية إرشاد الأولاً أسأل الشباب بالجنسين أن يكونوا مقدمين على هذا المهن بإقدام طيب ومتفتحين للخدمة الإنسانية الموجودة فيها لا يتسألوا عن الأمراض أو نقل الأمراض أو العدوى ويكونوا محتاطين من العدوات التي ينعادوا فيها بإجراءات صحيحة من السلام العام أنا أضم صوت إلى صوتك ومن صار على الضرب ووصف لكل مشتاد النصيب أكيد من كل التوفيق والخير لفرسان التغيير الجيل القادم جيل المستقبل ساعة الدكتور سعيد زكي نوفل نحن نعيش بمنظومة نعمة أمن وأمان وحمد الله نعمة الأمن وأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة لو قدر لك في هذا الأيام أن تقبلت مع جلالة القائدة لعلى جلالة الملك عبدالله ثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة والرشيدة ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة أولا السلام عليكم ورحمة الله الله يعطيك العافية على هذه الجهود الجبارة التي تحاول أن تثبت فيها مملكتنا العزيزة في المحافل الدولية والإقليمية والأمن والأمان هذه ثروة موجودة في البلد لا يفقدها لا يتذكرها الإنسان إلا ذا فقدها بالنسبة الله أن لا نفقدها وظل موجودة الله يديم نعمة الأمن والأمان عسائر بلاد المسلمين مدى مجدى الاستقرار ومجدى الاستثمار حماة الوطن العين السائرة لهم بصمة ولا وانتماء دائما وأبدا وكلنا جنود لهذا الوطن شو بتحب توجدهم رسالة الجنود يعني هم الجنود الخفيين بالحماية إحنا صحيح من قاتل الجراثيم والمرض بسهم يقاتلوا الخطر الأخطار الأخرى المحل محدقة في الوطن فالله يعطيهم العافية والله يسدد الله على الخير قطاهم أمين رب العالمين الله يعطيهم العافية الخلين جلالة الملك عبد الله الثاني وأيضا جلالة الملك الراني أيضا يعني ساعدة الدكتور سعيد زكي نوفل لكل مشاهد بحضر هذه الحلقة حابين يعرفوا يعني أكيد أو يتجه لهذا الأنوان أنوان مختبر النزهة الطبي حابين نحدد موقع هذا المختبر لديكم صفحة الويبسات على الفيسبوك حابين نحددوا عبر هذه الشاشة الفيسبوك ما عنديش بس أنا بقول مختبري على دوار جبل النزهة ومعروف وظاهر قارمته ظاهرة لأنه هو موجود من 31 سنة وأكثر أكيدا لنني ما بيعرف هذا المختبر من سكان هذه المنطقة أكيد في منطقة عمان دوار جبل النزهة أكيد أرقام الهواتف ستتظر على الشاشة نزمين لمدير التصوير سيد معتز إن شاء الله تكون سنة خير سعدة الدكتور سعيد زكي نوفل الجميع سنة 2017 شو بتحب توجه رسالة لهذه للسادة المشاهدين في هذه السنة الجديدة هذه السنة الجديدة نسأل الله أن يعمل السلم والسلام في المنطقة الشرق الأوسط جامعي كافة في دولنا المحيطة العربية والإسلامية لأن الأمن حاجة ثمينة جدا ونرى ما حولنا من الأقطار وما فيها من أقطار كيف الناس مشتتة وكيف الناس وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي الحمد لله رب العالم لهذه النعمة الموجودة لنا وهذه النعمة كبيرة جدا من رب العالمين الحمد لله لنامة الأمن والأمان نحيي كمان أصحاب الجهود الجبارة اللي بيصهروا ليل ونهار على توفير هذا الأمر والحمد الله يعطيهم العافي وكلنا جنود لهذا الوطن وأنت رجل من أعمدة هذا الوطن سعادة الدكتور سعيد زكي نوفل وفي نهاية لقانا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بشكر جزيل لسعادة الدكتور المعروف سعيد زكي نوفل صاحب مختبر النزهة الطبي في عمان دوار جبل النزهة اتمنى لك توفيق سعادة الدكتور سعيد زكي نوفل وشكرا جزيلا لدعم أهلا وسهلا أردت فيكم أهلا وسهلا وشرفتونها كرامة انت أردني أهل الكرامة من الشمس السمر من اطراف الغالي من أرضي لهبج بينك مهيوبة الله أكبر أردني يا بلادي تكبر وتكبر بالصوت النادي ونعشقة الروبك سهل لك وبالوعدين بحرق والصحر شمالك وجنوب وبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة